موسيقى ثلاثة ملفات صنفت ضمن القضايا التي تتعلق بالإرهاب وفقا لنتائج الجلسة الجنائية الخاصة والتي شهدت مثول المتورطين في قضية اغتيال سيدة العمال الصينية أمام المحكمة الجنائية وبعد الاستجواب ودفاع المحامين والنظر إلى كافة زوايا القضية أصدرت المحكمة الحكم النهائي والذي صنفت فيه الجريمة الأولى بالعمل الإرهابي وحكم على المتورطين الأربعة بحكم الإعدام وفقا للقانون الجنائي 034 أما القضية الثانية كانت أيضا لأربعة متهمين بالتواطع مع جماعة بوكو حرام وبعد المداولات الحادة ومعرفة بعاد القضية والتأكد من أن هؤلاء الأربعة متورطين في التعامل مع جماعة بوكو حرام بمنطقة بول حكمت عليهم المحكمة بالسجن عشر سنوات القضية الثالثة والأخيرة للجلسة الجنائية شهدت كذلك موسول أربعة آخرين مشتبه بهم في التعامل مع الإرهاب حيث خرج الإسنان منهما مبرآن من هذه القضية وأطلقت المحكمة صراحهما لعدم وجود أدلة تثبت إدانتهما بينما ثبت أن الأخيرين كانوا على علاقة بالإرهاب الأمر الذي جعل المحكمة تصدر في حقهم الحكم بالسجن لعشر سنوات مع غرامة مالية تصل إلى عشرين مليون فرانك توكا بيرينو نائب المدعي الأعم شكر القضاة وأشهد بعملهم في هذه القضية الشائكة أما محام الجنات إدريس محمد حسن يعرب عن ارتياحه بحكم المحكمة الجنائية اشتركوا في القناة